تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين إذا أويت إلى فراشك ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين ثلاثا وثلاثين أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن المواضبة عليه تعطي المر قوة في بدنه ونشاطه ما يغنيه عن خادم في يومه لأنها تسأل خادما تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام من يعطيها خادما قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم فأخذ العلماء من ذلك أن هذا الذكر والمواضبة عليه يعطي المر قوة في بدنه يمارس بها أعماله ومصاريحه في يومه ما يغنيه عن خادم وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم فأرشدها إلى هذا الذكر العظيم وواضبت عليه وواضب عليه زوجها علي رضي الله عنه حتى إنه قال رضي الله عنه في روايته لهذا الخبر فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا ليلة صفين قالوا ولا ليلة صفين وهذا يدل على أنه واضب عليهم واضب تام في لياليه كلها منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم